معي من الحسيمة منطقة أمازون طارق بن نهدة السحفي مساء الخير أهلا بك معنا سيد طارق كيف هي الأجواء في المغرب الآن وما الذي يحدث حقيقة فيه على تويتر ردود أفعال متفارقة ثمت من مختلفة جدا يطالب بتحقيق وغاضب جدا مما حدث وثمت ما يقول أنه يجب طبعا الوقوف إلى جانب الضحية ومعرفة مطالبة من له علاقة بهذا الموضوع ولكن لا تسمح من أبرز ما ورد على تويتر بتسييس الموضوع نعم مثل النور هو بداية وهناك أجواء بعارمة ليست فقط في منطقة الحسيمة وكلمة الحسيمة يعني ما كان مقتل الراحل بأي سمك محسين فكري ولكن أجواء عارمة على مستوى الوطني في عدة مدن هناك احتجاجات عارمة خرجت منذ أمس ومنذ أول أمس في طنجة في تطوان في طاكش في قدير ومن المراشح أن ترتفع وطيرة هذه الاحتجاجات خاصة أنه ليس هناك نتائج مباشرة للتحقيق الذي طالبت ودارة الداخلية بفتحه هذا الموضوع بلغ مستوى عالي عند سلطة القرار حيث تدخل العهل المغربي وطلبه بمعاقبة قاتل باقي السمك وفتح تحقيق وعز الأسرة وزارة الداخلية أيضا وزير داخلية زارة العائلة والأسرة قل بأن التحقيق يمكن أن يتطور الموضوع لأن التحقيق لم يأتي بنتيجة حتى الآن كان من المفترض يعني لا أعرف تفاصيل التحقيق والجلسات من المفترض أن يتم الخروج بأي نتيجة من خلال التحقيق بخلال يومين نتحدث عن الجمعة حدثت لا هناك نتيجة جزئية للتحقيق تقول من مصادر رسمية تتحدث على أن الراحل محسن فكري توفي نتيجة اختناق داخل الشاحنة ولكن المواطنون هنا في المغرب في الحسيمة بالذات ونواحيها ينتظرون من وراء قتل محسن فكري وليس كيف مات كيف مات الكل شهد علي هناك فيديوهات هناك صور منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يزال يؤجج غضب المغاربة هو من وراء قتل لما نتحدث عن من يعني ليس لا نتحدث عن شخص واحد ولكن هنا نتحدث عن مؤسسات عن إدارات حتى بالحكومة ووزارة الداخلية وكل هذا طبعا لن يصدر هكذا نتيجة تصدر من التحقيق بغير موافقة أحد صحيح إلى أي درجة موضوع الوعد بالتحقيق من قبل الحكومة هي فقط لامتصاص غضب الشارع وعدم التصريد في التظاهرات نعم فعلا دور مشكلة في المغرب وأن هناك قضايا أقل حتة من مقتل راحل المحسن وعدت فيها الحكومة من فتح التحقيق في شخص وزارة الداخلية ووزارة الحريات لكن كانت مجرد كلام من امتصاص الغضب لأنه يعطى وعد يفتح التحقيق تمر الأيام يخفوط الغضب ثم تنطل قضية ولا نتيجة للتحقيق يعني نتذكر أن هناك قضايا متعددا فيها كارتة مقتلك أزيد من 40 شخص في طنطان قبل سنتين يعني كانت هناك عدة قضايا فهذا الذي جعل الغضب يشد كثيرا أن أعتقد أن غضب المغاربة ليس غضبا على مقتل المحسن يعني هو على تراكمات ونأمل أن لا يكون ما حدث مع محسن فكري مثل ما حدث مع حمزة الخطيب بدرعة أنا أشكرك جزيلا من الحسيمة منطقة أمازون طارق بن نهدى الصحفي شكرا جزيلا لك